نفسياً انت تحس به وتعرف امته بمعنى كلنا كنا عارفين ان في حادث حصل لأحد مشجع النادي الاهل محمد سمير حماسة ده كان تعرض لحادث ادى الى بطر قدميه الاثنين كان في مباراة النادي الاهل مع اطلع بر بطل جنوب السودان في برج العرب في الاسكندرية وهو راجع اتعرض لحادث في الاطر ادى الى بطر قدميه عقل مباراة النادي الاهل في البطولة الافريقية النهاردة محمد سمير حماسة النهاردة كان موجود في ملعب مختار التتش بالجزيرة زي ما انتوا شايفين في الصور الجهاز الفني واللاعبين كلهم حرسوا على استقباله في ملعب مختار التتش على مهامش المراني الجماعي للفريق ريني فيلر المدير الفني ام حتى بمصفحة المشجع والتقط الصور التسكرية للشدم الازرو ووعدوا بالعمل بقوة لمواصلة الانتصارات في كافة البطولات المحلية والقرية لإسعاد جمهر النادي الاهل وتلبية كافة طموحاتهم كل اللاعبين والجهاز الاداري نزلوا حتى تصوروا معاه وسلموا عليه والكابتن سارد الحفيز زي ما انتوا شايفين في الصور اهدالوا القميص الخاص بالنادي الاهل هدية من النادي الاهل لمشجع النادي طبعا مجلس دارة النادي واعضاء منه كانوا حرسوا حتى على زيارة محمد سمير خلال الفترة القليلة الماضية ظروف المستشفى وظروف البيت لكن الفكرة زي ما قلت لكم من خلال هذه الصور والحالة النفسية الطيبة اللي ظهر حتى على ملامح محمد سمير زي ما قلت لكم والله الفكرة مش في جماهير بتشجع نادي لا دايما جمهور النادي الاهلي جزء من كيان النادي الاهلي ودايما جمهور النادي الاهلي عنصر اساسي ورئيسي في كافة النجاحات اللي بيحققها النادي الاهلي والنادي الاهلي كلنا بنأكد هذه المقولة النادي الاهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه النادي الاهلي من غير جمهوره زي زي اي نادي لكن جمهور النادي الاهلي دايما هو اللي بيدي الباور وبيدي الحماس للنادي الاهلي والجماهير لما بتبقى عايزة تكون جزء من الكيان في مواقف كتيرة جدا بتبان هذه المسألة وهذه الجزئية جمهور النادي الاهلي جزء من الكيان في ايه؟ ان فيه جمهور بيرح يشجع في رقيته في الملعب وخلاص لكن لا الفكرة تطورت في سنوات سابقة ومواقف كتير وامثلة كتير قوي ان لا فيه علاقة ما بين الجمهور والنادي في كل شيء لقدر الله بيكون فيه حادث اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وقطاع فريق كرة القدم وكل اللاعبين بيكونوا مع هذا المشجع او مع هذه العائلة وهذه الأسرة في المصاب اللي بتعرضلوا لي لما بيكون فيه نسبة جيدة للاحتفال مع الجماهير بيحصل وده اندل على شيء بيدل العلاقة الطيبة ما بين النادي الاهلي وجمهور وزا ما قلتلكوا الفكرة ان الجمهور مش بيشجع النادي الاهلي لمجرد التشجيع لا جمهور النادي الاهلي بيشجع النادي لانه جزء من هذا الكيان وده سر انتصارات النادي الاهلي وسر النجاح اللي موجود في النادي الاهلي عن اي نادي في العالم كل نجوم النادي الاهلي سوال لعبه او اللي اعتزلوا لما طلعوا تكلموا عن جمهور النادي الاهلي اشاروا لهذه الجزئية قالك الجمهور لما بيشجعنا مش بيشجع الاهلي عشان النادي الاهلي لا بيشجع النادي الاهلي انه هو عارف ان النادي الاهلي ده جزء منه فبيشجع حتة منه ده جزئية بتختلف عن فكرة التشجيع بشكل عام انت هنا بتتكلم بقى في جزئية ان الجمهور ده بيتعامل مع النادي وكأن النادي ده جزء منه وهو فعلا جزء منه حتة منه مكان بينتمي ليه زي بيته بالزبط البيت ده بيحافظ عليه ازاي ينجحه ازاي يخليه دايما في مرتبة كويس النادي وجمهوره بيتعاملوا على هذا الاساس فدايما يا رب النادي الايل يكون هو وجمهوره على قلب رجل واحد في الفترة اللي جاية ونتمنى يا رب مثل هذه الصور ما تتقررش تاني لا تتقرر بس في المناسبات احسن وما يكونش فيه اي مصاب او اي اصابة او اي حادث يا رب لاي حد من جمهور النادي الايل في الفترة اللي جاية ويكون كل الصور وكل المناسبات تكون مناسبات سعيدة ويكون الهدف اللي بيجمعنا في النهاية النادي ينجح ويحقق كل البطولات اللي بتأكيد بتلبي كل الطموحات لجماهيرنا العظيمة اللي موجودة في كل مكان واللي بتحس بانتماءها لما بتكون موجود سواء في مصر او حتى خارج مصر لما بتلعب مع منافس سواء خارج مصر في اي دولة بتلاقي جمهور النادي الايل هو السمة الغلبة والمساحة الاكبر من التشجيع في هذا المدرك فبيتباني هنا بقى قيمة النادي الايل وجمهوره وحتى الدولة الاخرى ومشجعين الاندية الاخرى بيحسوا هنا بقى بعظمة النادي الايل من خلال هذا الجمهور اللي بيسافر اميال او حتى لما بيكون متغرب وموجود برة بيكون حريص على انه يكون موجود في ظهر النادي الاهلي سواء في الملعب او حتى في الاوتيل ودايما يا رب كده جمهور النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله في الفترة الجاية يكون خلف الكيان وخلف النادي الاهلي في كل المناسبات القادمة